اشتركوا في القناة وإصدار أكثر من عشر قرارات بمنع بعض البرامج لفترات متتلية وتوقيع غرامات مالية إلى أن القناة لم تمثل لتنفيذ مثاق الشرف الإعلامي المصري أو المعايير المهنية العالمية وجاء في البيان أن القناة خلفت قرار المجلس بمنع ظهور الترويج لشعاراتهم وكذلك عدم توجه سب وقف لشخصيات كثيرة والترفيه لفهيم وعادات مثل كيفية شم الهروين وعديد المواضيع التي تؤدي إلى أفاتي اجتماعية وأكد المجلس متابعة برامجتها للقناة بعد عودة البث مع التأكيد على أن هناك عقوبات الشد ستصدر حالا استمرار المخالفة بدأ واقعة قد تضرش باسم الشركة العملاقة أصدرت إيكيا احتذار لعميل في مدينة حيدر أباد الهندية على خلفية فضيحة مقززة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وقال العميل أنه عثر على دودة في طعامه بالمتجر ونشر صورة لذلك على تويتر ويأتي الاحتذار بعد أقل من شهر من افتتاح شركة الأثاث السويدية الشهيرة أول متجر لها في الهند ونشر عبيد محمد الصورة على تويتر وذكرت وسائل إعلام محلية أن مسؤولي هيئة سلامة الأغذية فتشوا مسجر أقول الشركة وذكرت صحيفة تايمز أن مسؤولي الهيئة في مدينة أباد فحصوا متجر إيكيا وصدروا عينة من الطعام وأضف خلال التفتيش تحدد أن المسجر لم يكن ملتزما بقواعد فصل المخالفة وفرض عليه غرامة قدرها 15 ألف روبي نحو 211 دولار وقالت متحدثة باسم إيكيا أنه نحقق في المسألة في الوقت الراهن لنفهم كيف حدث ذلك واتخاذ الإجراءات على الفور يعني مثل هذه الإجراءات مهمة خاصة لتفاديا لتفشي هذه الظاهرة مثل هذه الأنواع الددان والنقص التغذية أقول نظفها في التغذية شيء مهم وخاصة فيما يخص المتاجر الغذائية بهذا الخبر مشاهدنا نختم أخبار المتفارقة اللي كانت من مصر وكذلك الهند ترجمة نانسي قنقر